لما اتبعت من المحبة أحمدا وسألت أهل الذكر ذات بصيرتين عما توارى من كداه وما بدى يا حافظ القلب السليم من الهوى يا مهرجان النور يا حقل النادى ماذا يحب الله يا من يحب الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر مشاهدي الكرام اخترت لكم في هذا العدد أن يكون عددا خاصا بمناسك الحجوة بالحج نهنئ كل حجاجنا الميمين الذين انتقلوا من الجزائر إلى البقاع المقدسة لأداء هذا الركن الخامس في الإسلام إن شاء الله يجعل حج مبرور وذنب مغفور لكل حجاجنا الميمين دعوني بداية مشاهدي الكرام أرحب بفضيلة الشيخ سليم محمدي أهلا وسهلا بك شيخنا مرحبا بك حيك الله أصدر رضوان مرحبا بك نعم شيخنا نحن في أيام مباركة أيام ذي الحجة وشهر ذي الحجة هي أيام مباركة لها يعني من الأجر الكبير لمن يستغل فضائل هذه الأيام بداية قبل أن نتكلم على مناسك الحج وعلى فريضة الحج نتكلم على هذه الأيام أيام ذي الحجة نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه واتبع هداه السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته حقيقة أن الله تبارك وتعالى هو الخالق العظيم هو الواحد الذي لا شريك له وكل ما عداه مخلوقين لله عز وجل والله الذي خلق هو الذي اختار وميز اختار الزمان وفضل بعض الأزمنة على بعض الأزمنة فلا يمكن أن يكون هناك شهر أحسن من شهر رمضان ولا ليلة من ليالي القدر ولا شهور مجتمعة كشهور المحرمة مثل شهر الله المحرم وذو الحجة وذو القعدة ورجب ففضل الزمان بعضه على بعض وخلق المكان كل مخلوق وفضل بعض الأمكنة على أمكنة مثل ما فضل مكة والمدينة وبيت المقدسة السليب الآن فلا شك أن هذه الأيام مما فضله الله تبارك وتعالى وإذا فضل الله شيئا أعظم فيه الأجر وأجزل فيه المثوبة حتى أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر الأوائن منذ الحجة الله أحب هذا الزمن الله أحب العمل الصالح في هذا الزمن الله أعطاكم الحرية في الاختيار في هذا السباق اختيار الأعمال الصالحات وانتقاء الذكر ما إلى ذلك فإن الأجر مضاعف وإن الثواب عظيم نعم وفي هذا الشهر يحج ضيوف الرحمن بيت الله سبحانه وتعالى هي أيام مباركة تعلقت بفريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى التي فرضها على المسلمين هي فريضة الحج الحكمة من تشريع مناسك الحج ومن تشريع فريضة الحج شيخنا نعم ما من حكم شرعي إلا وله حكمة الله تبارك وتعالى هو المعبود وكل ما عده عبيد لأجل أن ينوع للناس العبادات افترض عليهم عبادة غريبة جدا وهي عدم الأكل والشرب وعدم الإفطار اسمها الصيام افترض عليهم عبادة معينة حركات مخصوصة وأقوى المخصوصة وأفعال مخصوصة عندها بداية وعندها نية اسمها الصلاة افترض عليهم في هذا المال الذي يكسبونه بعرق جبينهم وكد يمينهم أن يخرجوا منه جزءا معينا لبعض من لم يستطع الحصول على ذلك افترض عليهم أيضا مكانا معينا هو مركز الكون هو محط لاتجاه المشاعر والعواطف والاتجاهات وهو الكعبة المشرفة التي طالما كان يتوجهون إليها سواء سكنوا في شرق الأرض وفي غربها إلا أن هذا البيت هو الذي ينظمهم هو الذي يربطهم هو الذي يتوجهون إليه الآن يجتمع هذا المهرجان العالمي ويأتي من كل بلد من يمثلونهم ويلتقون في أماكن معينة فيؤدوا مناسك معينة فهذه في عبادة فيها الإنفاق فيها الصلاة فيها الصيام فيها الارتحالات والسفرية إلى ذلك المكان كما قال الله تبارك وتعالى ياتين من كل فج عميق فهناك مناسك معينة لا تؤدى إلا في ذلك المكان الصلاة التي هي خمس مرات في اليوم خفف الله عن هذه الأمة وقال النبي سعصم أوتيت ستا لم يؤتهن نبي بعدي جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا لكن ليس هناك طواف إلا في مكان واحد في العالم ليس هناك سعي بين جهتين إلا في ذلك المكان ليس هناك رمز لرجم الشيطان وأخذ عهد مع الشرور ألا يقترب منه إلا في ذلك المكان ليس هناك جبل كريم شريف إلا جبل عرفة بذلك الشرف المخصوص فإذا الحكمة أن يلتقي المسلمون كلهم على الأقل كما يلتقون في الجمعة في مسجد واحد يلتقون في العام ما شاء الله في مكة نشرح مناسك الحج منسكا منسكا شيخنا كما يعرف معظم المسلمون أن للحج ثلاثة أنواع حج الإقران والإفراد والتمتع الفرق بين هذه الأنواع الثلاثة شيخنا الحج نبس أسمع على الراجح أنه حج مفردا مفردا الإفراد هو أن يذهب الإنسان بنية الحج وحده فإذا وصل إلى الميقات المكاني هناك ميقات زماني للحج لا يجوز قبل هذه الأوقات وميقات مكاني لا يتجاوزه إلا إذا قرر قرر بنية حاسمة قطع فيها أن يتردد واحتمال فيقول لبيك اللهم حجة هذا حج الإفراد فإذا هذا ليس عليه هدي هذا فإذا وصل بالتلبية من مدم أنه حرم كذا يلبي لكن يبقى بإحرامه لا يتحلل من إحرامه حتى حتى يؤدي مناسكه هذا هو الفرق بين التمتع والإفراد ثم بعد ذلك يبقى بثيابه إلى أن يحج إلى أن ينتهي زمن الحج وليس عليه هدو إلى آخر إلى فجر يوم عرفة ثم يرمي الجمارات أو يحلق ثم يتمتع يتمتع الأصغر نعم فإذا وصل إلى الكعبة المشرفة هذه التي كانت تهف قلبه إليها والذي مسته دعوة إبراهيم من قديم الزمن يوم قال واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وكل المسلمين يعشقونها يعشقون الوصول إليها يبذلون في ذلك المال السخية والأموال الطائلة لكي يصنون إليها يؤدي المناسك ويؤدي الطواف ويجعل البيت عن يمينه ويبدأ من مكان معين ويدعو بما شاء يطف بالبيت معظما للبيت معظما لرب البيت كأن هذا المعنى كأن العملية الصفرية كصفر بعد صفر كأن الذنوب تصبح بعد ذلك صفرا أو كأنه يدور يقول يا ربي إن معنى طوافي أن أدور مع شرعك حلالا أو حراما نهيا أو أمرا سمعنا وأطعنا أدور مع قضائك وقدرك آمنا وسلمنا أدور مع اختيارك وإخبارك لي صدقنا وآمنا وهكذا أنا هذا الدوران أشترك فيه مع كل الأفلاك فالأفلاك والأجرام وحتى الذرة والبروتون والإلكترون كلهم يدون على هذا النحو على عكس عقارب الساعة وأيضا أتشبه بالأملاك الملائكة في كل سماء بيت مملوك في السماء الأولى بيت العزة تحجه الملائكة وتطوف بهذا النحو وفي السماء السابع البيت المعمور وهكذا ثم يصلي عند مقام سيدنا إبراهيم والمقام يعني يرى فيه آثار أبي الأنبياء خليل الله الذي رفع البيت وبنى البيت وينتمي إليه بهذا الانتماء هو الذي سماكم المسلمين من قبل هو بعد ذلك يشرب من زمزم ثم يسعى بين الصفا والمروى ويتذكر تلك المرأة التي كانت تجهد نفسها إجهادا لتحفظ وليدها مع أن الأمر مع أن التطمين الإلهي موجود قالت يا إبراهيم تتركون هنا في هذا الوادي غير زرع الله أمرك قال نعم قالت اذهب فإن الله لا يضيعنا لكن مع هذا الاطمئن والتوكل هناك سعي ذهبت سبع مرات من فوق مرتفع الصفا إلى المروى حتى تؤدي ذلك كله ثم يحلق فإذا فعل ذلك أدى عمرة عمرة ثم المتمتع يتحلل من إحرامه وينتظر طبعا اليوم الثامن من ذهجة يوم التروية يحرم مجددا الحاج وينتقل إلى منازل مينان نعم ينتقل الحاج إلى مينان أما المفرد فهو أيضا ينتقل إلى مينان لأنه محرم من قبل ولم يتحلل في مينان ليس له أي منسك ليس له أي مناسك في مينان إلا أن يتطوع في الصلاة في مسجد الخيف الذي صلى فيه سبعون نبيا إلا ينتظر اليوم الغد التاسع فيتوجهون إلى عرفات ينتقلون إلى عرفات لكن معظم الحجاج الجزائريين شيخنا تجنبا للزحام لأنه صارت فيه زحمة كبيرة في المملكة العربية السعودية في مكة المكرمة فينتقلون من مكة المكرمة مباشرة إلى سعيد عرفات لأن المبيت يوم التروية في مينان هو سنة شيخنا نعم ومع ذلك ليس لهم أي منسك ولا أي عبادة مخصوصة في عرفات طالما ذهبوا في اليوم الثامن من مكة إلى وينتظرون من الغد اللي هو الوقفة اللي هي يوم عرفة نعم نتكلم على يوم عرفة هذا اليوم المشهود هذا اليوم العظيم هذا اليوم الأغر الذي يباهي الله سبحانه وتعالى يتباهى بعباده أمام الملائكة انظروا جاءوني شعثا غبرا يطلبون رحمتي ويرجون مغفرتي شيخنا نتكلم على هذا اليوم المبارك كيف يستغل الحاج فضاء اليوم عرفة شوف هناك مقولة في علم الاجتماع يقول لك الحكم عن الشيء فرع عن تصوره فإذا تصور الإنسان يوم عرفة النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه الحج عرفة وهو مذكور في التوراة الموجودة الآن بين أيدي اليهود وفيها جبل كريم يأتيه الناس ويجزون رؤوسهم جزا هذا في التوراة الموجودة عندنا في دين الله عز وجل أن عرفة هو أعظم الأزمنة أعظم الأيام على الإطلاق كم يجود الله فيها على الرحمات حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من بلال أن يستنصر الناس في يوم عرفة فاستنصر الناس فنصر قال أيها الناس إن جبريل أتاني آنفا وأخبرني من ربي عز وجل أن الله وضع على أهل موقف التبعات 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 هي المظالم يعني لو كانت الذنوب كبائرها وسغائرها لهذا الأمر وأن تناسب جود الله وكرم الله بحط الذنوب ومحو الأوزار أمر طبيعي إن شاء الله لأنهم اقتربوا منه لكن أن يتحمل عنهم التبعات من كان بينه وبين أخيه مظلمة الله يتحملها عنه طالما جاء يعني مسلما قلبه ووجهه لله عز وجل يؤدي هذا المناسك ونزغ الشيطان بينه وبين أخيه الله يتحمل عنه فما نوكبه وليس هناك يوم أعظم في إجابة الدعاء من يوم عرفة كما روى ابن عبدالبر الفقه المالك الكبير وقل ما شئت ولا يوجد يوم يعتق الله فيه من رقاب من يوم عرفة من يوم عرفة كما جاء عن عائشة رضي الله عنها وهو اليوم الذي قال النبي سعصان إني لا أحتسب على الله أن يكفر فيه ذلوب سنتين كاملتين لمن صامه من غير الحجاج يوم عرفة الكلام لا ينتهي والشفع والوتر والليل والفجر والشفع والوتر الشفع هو اليوم الموالي يوم العيد الذي يسمه الحج الأكبر في القرآن الكريم والوتر هو اليوم الذي كان قبله وهو يوم عرفة يقسم الله تبارك وتعالى به فهذا يوم هو يكفي أنه مربوط بأصل وجود البشرية الله عز وجل ونحن في صلب آدم عليه السلام أبينا مسح فخرجنا كلنا وأخذ علينا الميثاق بنعمان في يوم عرفة ألست بربكم قلنا بلى وهكذا فالفطرة صنعت هناك الفطرة فطرة الإسلام والتدين زرعت فينا في ذلك اليوم هذا يوم عظيم يوم مبارك ويكفي أن ليس هناك من الحجاج من لا يكونون في تلك الفطرة لا يمكن في المكة ممكن ما يكونوا في مكان معين لكن في عرفة كلهم وفي مكان واحد وفي زمان واحد نعم الشيخنا الكثير من الناس ربما يتساءل أو من الحجاج يتساءلون على بداية وقفة عرفة الأكيد أنه لازم نلتزم بالحدود الشرعية التي حددتها طبعا المملكة العربية السعودية في وقفة عرفات يعني لا يجب أن نغادر عرفات حتى بعد الغروب شمس عرفات لكن الوقفة تبدأ من فجر عرفات أم من زوال عرفات من الفجر لا يمكن لمن بات في مينا لأنه بعد طلوع الفجر والإصفار والصلاة وكذا ثم يذهبون إلى وبالتالي يصلون في أول النهار من جاءوا من مكة إلى عرفات يبيتون هناك ليس لهم من منسك ولا عبادة خاصة إلا انتظار اليوم الموالي بعدها أيضا ليست هناك نسك إلى غاية صلاة الظهر فإذا جاءت صلاة الظهر صلى الإمام بهم ولربما صلوا يعني في خيامهم إذا اشتد الحر كذا كما هو معمول به الآن حتى في البعثات يصلون العرفة يصلون الظهر والعصر ويخطب بهم إمام أو يصلون في المسجد مسجد نميرا ويستمعون إلى الخحبة فيصلون الظهر والعصر جمعا جمع تقديم ليتسنى لهم من الظهر إلى العصر إلى المغرب كلها في الوقوف بعرفة يمكن يكونوا مصبح ولكن لا عبرة بهذه الوقفة ممكن زيارة تعرف إلى المكان كما ذكرت أنت الزمن متفق عليه المكان لا أعرفه لا أنا ولا أنت وإنما النظام الموجود في ذلك البلد البلد اللي هو المملكة العربية السعودية الشقيقة هي التي حدت المكان حسب التوصيف الشرعي النبوي حدت المكان فلا يجوز للإنسان أن يخرج عن ذلك المكان هذا في الجانب المكان وإلا لم يكن عرف في عرفة حتى المسجد المذكور مسجد نميرا بعضه ليس داخل الحرم هي عرفت كلها في الحل وليست في الحرم ليس داخل الوقفة الموقف يعني المكان ثم يصلون من العصر إلى المغرب واجب الشافعية الشافعية جعلوا منذ من غادر قبل غروب الشمس كان قد أدى بالركن لكن الذي عليه الجماهير ومنها المذهب المالكي على أقل تقدير لحظة بعد غروب الشمس هذه اللحظة هي الركن يعني كان وقف ثم كما قال الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس تنظر إلى الناس فتجدوهم مثل الحليب الذي غلي وكذا حتى فاض بعد ذلك يرجعون يخرجون من موقف عرفة وينظرون إلى ذلك المكان الذي كان فيه آخر اتصال سماوي أرضي تقريبا من القرآن الكريم وإذا كان القرآن في مكة نزل أول ما نزل في غار حراء اقرأ باسم ربك فإن ذلك المكان يمثل ويرمج إلى آخر ما نزل من القرآن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينة كيف لا وهو يوم عرفة كيف لا يجود الله بالمغفرة والرحمة وأنت في البداية قلت الحجاج ضيوف الرحمن فهم فعلا كما جاء في الحديد ضيوف الرحمن والضيف من حقه أن يكرم وأن تلبى سؤالاته نعم شيخنا بعد غروب شمس عرفات يفيض الحجاج من عرفات من صعيد عرفات إلى صعيد مزدليفة أولا الحكمة من المبيت في صعيد مزدليفة وفيه أيضا الفتاوى تختلف في قولك قضاء معظم الليل إلى غاية الساعة الثانية عشر بالليل ثم ينزل الحجاج إلى مينان انتظارا إلى رمي جمرة عيد الأضحى المبارك وفيه ناس تنزل إلى مكة المكرمة من أجل أداء طواف الإفاظة والسعي للمتمتعين والقارنين لأن المفرد ما عنده السعي شيخنا يعني الحكمة من تشريع المبيت أولا في صعيد مزدليفة وأيضا تطين الفتوى الشرعية في هذا الأمر نعم المبيت مزدليفة واجب ومن لم يفعله يجبر بدم عليه هدي لكن الخلاف دائما من الزمن الأول حتى عطاء ابن أبي رباح وهو أحد كبار التابعين وهو الذي كلفته الدولة في ذلك الزمان الخلافة الأموية لا يفتي في المناسك إلا عطاء ومع ذلك عنده هذا الرمي الجمار مثلا في الرمي عشرين ساعة بينما إلى سنوات قليلة كان لا يرمى قبل الزوال أبدا لا يجوز وأن من أجاز قلة من العلماء الآن كلهم ذهبوا إلى التيسير وما وجدوا اختلافا بين الفقهاء إلا ذهبوا جنحوا إلى الحكم الذي يكون فيه تخفيف على الحاج وليس فيه صدام ولا زحام ولا إذية ولا ضرر لا على نفسه وبالتالي القول النبي صلى الله عليه وسلم بات يبيت في مزدليفة لابد لأن لا يصلي المغرب العشاء الصلاة رحمة لي صلى الظهر والعصر في عرفات ما زل صلى ولما غربت الشمس نعم صلوا جمعا وقصرا مغرب العشاء في مزدليفة ومؤخر جمع تأخير كذا فينزل الآن هو يستغل الفرصة الأرهل 11 تعليل ولا 12 ولا العشرة وكذا ينزل به يأكل كشمع يأكل حاجات وهذا كي يحترم مبيت ولو في مقابل حط الرحال تسمى مبيت حط رحالة وبقية بعضهم قال أراد أن يخرج من الخلاف نبقى حتى 12 تعليل فإذا فات نص الليل قد أديت المبيت المبيت في ميناء فهو على هذا الترتيب الترتيب الأول أن يبقى فما ويصلي يصلي الفجرة في مسجد المزدليفة لهو المشعر الحرام نعم شيخنا أيضا الصعوبة صعوبة يعني رمي الجمارة العقبة الصغرى في عيد الأضحى المبارك أو سبع جمارات الكبرى 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 نعم الكبرى الصعوبة أن هذه الجمارة وجب أن ترمى قبل زوال ذكاء اليوم فتصبح فيه زحمة كبيرة جدا ويكون فيه ضغط كبير جدا على هذه الجمارة هل يستطيع المسلم أن يؤجل رمي جمارة العقبة الكبرى إلى ما بعد الزوال؟ لا أنا في اعتقادهما كانت ترمى بعد الزوال بعد الزوال يشرع الرمي ولأن بعد الزوال سيقل اليوم والكل مطالب بها رمي الجمارة العقبة الكبرى اللي هي فيه تجاه مكة إذا كان مؤمنا هذه شخنا أعتقد أن الجمارة العقبة الكبرى الأولى اللي في عيد الأضحى ترمى قبل الزوال أيام التشريق لترمى بعد الزوال ثلاث المشروع أنها ترمى بعد الزوال لكن كثيرون أجازوا الآن رميها قبل الزوال وبالتالي الآن تشوف الناس بدأت تطلع على النهار يخرجون فيرمون الجمارة العقبة الكبرى اللي هي في اتجاه مكة ويرجعون ولا يرجعون الآن رها منظمة بشكل ميسر فيرجعون الطريق الذي يذهبون منه لا يرجعون منه حتى لا يحدث الزحان كالذي كان يحدث قبل سنوات ويرجعون من مكان آخر من طريق آخر حتى وإن كان فيه مشقة مع الشمس مع طول المسافة ولكنه أسلم من أن يصطدم الذاهب مع الراجع نعم الشيخنا وبعد رمي جمارة العقبة الكبرى في عيد الأضحى المبارك في هدي على المتمتعين ولا القارنين يتحلل بعدها المسلم من إحرامه إذا رمى الجمارات إذا رمى الجمارات وكان قد يعني يخلص الهدي انت يعوم ويروش مكان بكري يباشرون الذبح وترمى في ذلك المكان ويحدث فيه ضرر وأمراض كذا الآن أصبحت يعني مسالخ معينة ومذابح معينة أنت مطمئن من أنك اللي مديتها رحمي الذبحها في صبيحة يوم العيد لأنها لا تجز قبله فإذا أديت رمي الجمارة والهدي أو حلقت رأسك تستطيع أن تلبسها أن تتحلل تحلل أصغر وهل إذا مثلا شيخنا قبل أن أرمي الجمارات مثلا أنا أديت طوافة الإفاظة بعد مزدرفة وعملت الهدي وحلقت هل يمكن أن أتحلل قبل رمي الجمارات لا أبدا التحلل الأكبر يكون بالثلاثة معا حتى تؤدي الثلاثة معا حتى تؤدي رمي الجمارات والطواف والحلق الهدي خلاصة وتوله عنك غيرك إذا أديت اثنتين من الثلاثة تتحلل تحلل أصغر يعني نقدر ندير طوافة الإفاظة شيخنا طوافة الإفاظة والرمي نتحلل قبل رمي الجمارات هذا هو قصدين طبعا أنا ظننت تحلل الأكبر لا أصغر تحلل الأصغر لا لا كما قلت تحلل الأصغر أن تؤدي معظمها فإذا لم ترمي وتحللتها يتأخر الرمي نعم فيختار الحاج بين رمي الجمارات والحلق والهدي أو طوافة الإفاظة والحلق والهدي بعدها يتحلل تحلل الأصغر وإذا فعلهم الثلاثة تحلل تحللا أكبر وإذا فعلهم الثلاثة تحلل التحلل الأكبر فرق بين تحلل الأصغر والأكبر شيخنا تحلل الأصغر أن يحل له كل شيء من لباس كذا كذا إلا مسألة الزواج أن يباشر عقد النكاح أو هو مع زوجته لا يجوز فإذا فعل الكل أصبح كأنه في بلده جاز له كل شيء فالفرق بينهما أن لا يجوز له قربان النساء إلا هذا فقط رمي الجمار شيخنا الحكمة من رمي الجمار هل هو رمي للشيطان مثل ما يعتقد الكثيرين أن له حكمة ونظرة أخرى شيخنا لا هو ليس الشيطان بقدر ما هو يرمز إلى الشر يرمز إلى الشيطان في تلك الأماكن التي اعترر فيها الشيطان إبراهيم الخليل وهو يريد أن يذبح ابنه ماذا تفعل وماذا تفعل كذا وكذا فرجمه سيدنا إبراهيم سبع حصيات رجمته هاجر بسبع حصيات رجمه إسماعيل فسن لنا كما سن في السعي بين الصفا والمروى ولا علاقة لهذه العبادة كعبادة اللهم إلا كما فعلت السيدة هاجر عليه السلام نفعله كذلك هنا يعني كأنه رمز الحجر الذي أمر الله بتعظيمه وهو حجر نقبله ونلتزبه وهذا حجر أمر أن الله عزيزي لأن أن نرجمه فنرجمه الحكمة قد تخفى وقد تبدو لكن يبقى أن الإنسان مطالب بالعبادة ابتداء امتثالا للأوامر والنواهي ثانيا يبحث عن العبادة كأن يا ربي أنا أعاهدك هذا رمز الشرور رمز الآثام رمز الشيطان أنا أفعل أنا أرجمه ولا أقرب منه ولا أكذب على نفسي فأرجمه ولكن أسالمه فيما عدا ذلك نعم بعد رمي جمرة العقبة الكبرى في عيد الأضحى المباركي يعود الحجاج إلى صعيد ميناء لقضاء أيام التشريق الثلاث لغير المتعجلين ويوما للمتعجلين نتكلم على المبيت في صعيد ميناء الحكمة أولا من تشريع المبيت في ميناء في أيام التشريق الثلاث لأداء الواجب الواجب الرجم ولأن المبيت في حذات واجب والإنسان في ذلك الوقت يبقون على ذلك المكان عبادة الله تبارك وتعالى تحملا وتجشما لتلك المشقة لأداء صلوات معينة فلابد أن يبقوا في ذلك المكان هذا أمر الله عز وجل وتشريع السنة في مسألة الحج فقه ودي نعم فيه الكثير من الناس شيخنا في أيام التشريق الثلاث ينزل إلى مكة صبيحة أو بعد الواحدة ليلا أو يقضي معظم الليل في ميناء ثم ينزل إلى مكة ثم يعود قبل المغرب يدخل إلى ميناء قبل أذان صلاة المغرب هل هذا صحيح شيخ؟ يفعلونه إذا شاءوا لكن إذا دعت الحاجة أو الماسة أو الضرورة وإلا ما معنى الحج هذا الذي يبقى فيه خمسة نجوم ينزل إلى الفندق الذي كان فيه فلا يشعر بما يشعر أهله أهل ميناء في تلك الزحمة في النوم وفي الأكل أين العبادة؟ أين روح التحمل؟ وهو الآن ما جاء إلا لرحابة الصدر النبي سعاصم قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة تجد تبرم صفقة بينك وبين ربك الثوابها الجنة كيف يكون يهون على الإنسان أن ينزل ويتحمل مشقة السير سبعة كيلومتر ويرجع فقط وينهما بيته بعضهم يتحرج حتى في قضاء الحاجة ويشعر أنه إذا وصل هناك كان متحررا لكن أنا في اعتقادي أن ليس هناك ألذة من تحمل المشقة وتجشم الصعاد ويصبر على ذلك اليومين إن لم يستطع اليوم الثالث يتعجل وينزل ولكن يكون قد ذاقة مسألة العسرة التي كان فيها هذا أمر نعم بعد قضاء أيام التشريق الثلاث لغير المتعجلين ينزل الحجاج إلى مكة المكرمة لتكون طيار تقريب الشيخ من الذهاب أو العودة إلى الوطن يؤدي طواف الوداع وهو آخر عهد بالبيد نتكلم عن طواف الوداع شيخنا طواف الوداع يسبقه طواف الإفاضة قبل طواف أكيد لأن أنت قلت لك بلا ينزلوا يديروا طواف ولكن هذا مشروع معظمهم لا ينزلون ينتظرون حتى قضاء الأيام الثلاثة اليومين أو الثلاثة ثم ينزلون فيؤدون لأن كاين بعد العيد بيومين ثلاثة تبدى الرجوع رحلات الرجوع فيؤدون طواف الإفاضة اللي هو الركن ويكون قد أدوا ما عليهم من مناسك الحج كاملة ورفع هذا العمل هذا الصحيف إلى الله عز وجل ونالهم الأجر والثواب يبقى إذا علموا أن اليوم يمشوا أو في الليل يمشوا أو كما يقولون لهم عز وجل أصبح نلقاكم هذا يروحوا يديروا طواف الإفاضة اللي هو طواف مستحب ليس واجبان ولا يترتب على عدم فعله أي شيء ولكن الحكم منه أن يكون آخر عهده آخر عهده بمكة المكرمة والكعبة المشرفة هو ذلك الطواف ليبقى قلبه معلق نعم شيخنا يقول لك يدير طواف الوداع يعني ما يقدرش يصلي بعدها في مكة أو في الحرم المكي مثلا مثلا أنا أدي طواف الوداع الساعة الظهر ثم يعني نكون مزاني في مكة حتى المغرب مثلا نقدر نصلي صلاة المغرب والعيشة بعد ما أدي طواف الوداع هو من دون الشك ولماذا يقولون أنه ما يصليش لأنه تحصل حاصل لأنه النتيجة يؤدي طواف الإحرام طواف الوداع لأنه ما بقي له إلا أن يودع مكة ويخرج وبالتالي لا يصلي لكن لنفرض أن الإنسان تيسر له طواف الوداع ثم تأخرت الحافلة ولا تأخر الموعد ولا غيره يحرم نفسه بمئة أرض في صلاة على كل صلاة لا ينزل وليس عليه أي شيء وإنما الأصل كأنه تحصل حاصل أنه إذا طاف طواف الوداع ما بقي له إلا حزم أمتعته ويكون حازمها والارتحال هذا فقط نعم شيخنا نروح لنجيب أيضا على بعض الأسئلة التي تهم الحاج في أداء مناسك الحاج بالنسبة لتكون يعني في زحمة كبيرة في الطواف شيخنا وانت الطوف وينتقض لك للوضوء هل يشرط الطهارة الصغرى الصغرى الوضوء شيخنا في الطواف والسعي بين الصفة والمروى نعم الذي عليه جماهير الفقهى أن الطهارة الصغرى والكبرى واجبة في الطواف يجب على الذي يطوف أن يكون على طهارة ونبي صعصم يقول الطواف صلاة غير أننا نتكلم فيه يسمح فيه الكلام الدنيوي ومع الناس وكذا وكذا وبالتالي يجوز السعي بين الصفة والمروى ليس كذلك يمكن الإنسان على غير طهارة على غير وضوء أن يسعى بين الصفة والمروى فهذا الخلاف بينهما لكن ماذا لو أن الإنسان انتقض وضوءه هذا لا نفتي لإنسان إلا أن يكون متوضع ويطوف لكن ماذا لو كان وهو يطوف مع تلك الزحمة انتقض وضوءه ولم يستطع يمساك نفسه ماذا يفعل هل يخرج ويتوضأ ويرجع ويبني على ما كان هناك هذه الفتوى موجودة هل إذا خرج وطال شيء من الزمن وتوضأ عاد من جديد هذا موجود ولكن موجود حتى السؤال حتى عند بعض الفقهاء الكبار والذي لا يلتجأ إلى فتواهم إلا في حالات معينة أنهم لم يشترطوا حتى الطهارة ابتداء مش إنسان تقض وضوءه هو ليس على وضوء راحي طوف نعم كشيخ الإسلام بن طيمية وأمو محمد بن حزم لذين ذهبا أو لذين ذهبا إلى أن الطهارة غير مشروطة في الطواف نعم شيخنا هذا سائل يسأل يقول هل يجوز تأخير أداء فريضة الحج مع الاستطاعة وأما المقصود بالاستطاعة هنا هل مثلا إذا توفر للإنسان دفتر أو للمسلم بالتحديد دفتر حج ومال هل يفرض عليه أداء فريضة الحج أم هو مخير في ذلك اختلف الفقهاء في هذه المسألة هل يجب الحج على الفور أو على الطراخي هل يجب على الفور بمعنى إذا كان صحيحا في بدنه وامتلك الاستطاعة أن يجب عليه في ذلك الزمان بعضهم قال نعم يجب على الفور وبعضهم قال لا إنما يجب على الطراخي وهذا القول الذي عليه أكثرهم يعني لا يجب على الإنسان إذا توفر لكن قالوا هو لا يجب عليك على الطراخي لكن احذر أن تضيع الدابة أو يمرض البدن أو يعرض العارض وأنت تتحمل المسؤولية وأخذوها أيضا من الحج أنه فرض في سنة متقدمة بعضهم قال في سنة الخامسة وبعضهم في السنة السادسة والنفسهم لم يحج إلا في سنة العاشرة وبالتالي هل لم يكن على الطراخي فهذه مسألة خلافية بين الفقهاء بين يسموها الفور والطراخي هل يجب على الفور إذا امتلك الاستطاعة ولا يجب على الطراخي وسألهم قال أيها الناس إن الله فرى عليكم الحج فحجوا فقال رجل من صحابتي يا رسول الله أنا حج كل عام فسكت فكرر ثلاث مرات فلم يجبه قال لو قلت لك واجب لما استطعتهم وبالتالي دل على النبي صعصم حج في سنة العاشرة يعني ولكن لحجه أيضا له حكمة أخرى وأنه لم يحج في التاسعة وأرسل وفدا من الصحابة وكانت مكة قد فتحت قبل سنة فحجوا لأنه كانت تعليمات معينة تذكر فإذا جاء النص في العام القابل لا يجدوا من مثل نتكلم أيضا شيخنا على بعض الأداب التي وجب على الحاج أن يلتزم بها في أداء حجه كي لا يفسد حجه وما هي أهم الوصايا التي تقدمها للحجاج الميامين كي يكون حجهم سليما شيخنا أول شيء هناك نيتان النية الأولى منا من بلده أنا رايح الحج أنا رايح أنا رايح أنفارق السليل اللي كنتم بات فيه والمكان اللي نكل فيه أنا رايح لأجل رحلة طويلة جدا فيها من المشاق وفارق أهلي النبي سعاصم يقول السفر قطعة من العذاب لأن فيه فراقا للأحباب وهو رايح لعبادة عبادة فيها شيء من المشاق فإذا مات فعلم هذا وأنه فيها راح يوسع خاطره راح يتسامح راح يتنزع على بعض حقه ما هوش راح لتجارة ولا رايح لبرام صفقات معينة مع الناس ولا وبالتالي يحاسبهم ويحاكمهم ويأخذ حقه بل حتى جاء في الحج المبرور قيل ما الحج المبرور هذا الذي ليس له إلى الجزاء إلا الجنة قال إنما الحج العج والثج وقال الحج المبرور هو لين الكلام وإطعام الطعام بمعنى أن يوطن الإنسان نفسه وثم عفل السنسير والمصعد والزحمة اللي تكون فيه ملف الحافلة اللي تدي وهكذا لازم يكون عنده وحد وحد الصبر ووحد التحمل لا ينظر في أعمال الحج في صدق وإخلاص إلا الأجر والثواب من الله عز وجل إلا رضوان الله تبارك وتعالى فإذا استحضر هذا المعنى هانت يروح قبله ولا الروح قبله ولا كل حاجة لينو الكلام بمعنى ما ما يرفع الصوته لا يحتد في الكلام أصل الحج قل ولا جدال في الحج وفي مسائل طبيعية فما بلوك إذا كانت مسائل مفتعلة وما إذن نعم بالنسبة لأل الحجاج الذين يحربون قبل التلبية يلبسوا لباس الإحرام وقبل عقد النية يضعون الطيب والميسك والرائحة طيبة في ملابس الإحرام هل يجوز هذا العمر الشيخ الذي لا يجوز هو بعد الإحرام بعد الإحرام والنبس لا يجوز نقص لما يلبس الإحرام شيخنا نعم لما يلبس يقدر يدير يعني العطر قبل ما اللباس لا عبرة به اللباس الإحرام لا عبرة به إنما النية النية اللي هي الإحرام للذكر ثم بعد ذلك يتوقف هذا الشيء وعائشة رضي الله عنها تقول أن النبي سعزم طيبته طيبته كذا وكذا ببعض العطر وما إلى ذلك قبل أن يحرم نعم فإذا أحرم امتنع عن هذه الأشياء أما قبله كي يكون كأي وقت بالنسبة لمن جاوز مقات الحج قبل أن يحرم تجاوز هذا المقات كيف له أن يتصرف شيخنا يرجع وجوبا فإذا استمر وكان عليه دم هذا أترك واجبا ولم يترك الركن الركن أتى به ولكن تجاوز المكان فقط تجاوزه وأتى بالإحرام اللي هو النية وبالتالي إذا تجاوزه وذهب وأكمل هذا ترك واجبا لهو المكان ولم يترك الركن لهو الإحرام فيترتب عليه يجبر هذا الفعل أو هذا الخطأ بدم نعم هل تعتبر جدة عند النزول في جدة مثلا ننزل في جدة ثم ذهبت إلى فندق بعدين أحرم من أجل الذهاب إلى أداء مناسك الحج هل جدة التي ينزل فيها الحجاج الآن حاليا تعتبر ميقات من المواقع تعتبر ميقات على القول الصحيح والراجح والذي يطمئن إليه الإنسان والذي يتعزز مرة بعد مرة في هذا الفوضى الذي نراها في الطائرة والدخول إلى أماكن للوضوء في الطائرة ويحدث هذا السيلان بعض المياه وكذا كلها إن شاء الله من أدىها وتيصر له هذا الفعل له ذلك من لبس الإحرام من مطار بلده ولبس فوقه شيء ثم أحرم من مكان لديه وكذا يقولون في الطائرة أننا وصلنا فيه لكن هذا لا يعرف في زمن السلف ولا يعرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والقول بأن من كان في السفينة وهذا الميقات لا يحرم حتى ينزل من السفينة فكيف بالذي يكون في الفضاء أو يكون في الجو فوق الطائرة إذا وصل إلى مكة إن شاء الله ونزع ثيابه ولبس ثياب الإحرام ونوى ليس عليه أي شيء أبدا فهي ميقات بإذن الله عز وجل نعم ما حكم شيخنا أيضا المرأة التي تحيض وهي في مناسك الحج وهل يجوز للمرأة أن تشرب حبوبا ربما حبوب لتقطع الحيض من أجل أن تؤدي مناسك الحج دون حيض هذا السؤال مثل صيامهم مثل كلامهم عن الصيام هل يجوز لها أن تفعل ذلك حتى تؤخر حتى تصوم الشهر كاملا وقد أجبنا عنه بأن هذا نعم جائز مشروع والأصل أن تترك على طبيعتها كذلك الحج إذا خافت من نفسها وعلمت أنها أن الدورة تأتيها أثناء مناسك الحج ففعلت هذا تناوت بعض الحم لتؤخرها جائز إن شاء الله من غير أي نكير ولكن مع ذلك قد يطالها حديث أو فتوى الإمام بن ثيمية أنه إن لم يكن على طهارة جاز ذلك ولكن أما أفتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها التي لم تأتي بالعمرة لأنها كانت حائض مثل باقي النساء طلب منها بعد أن طهرت أن تذهب إلى التنعيم وتأتي بالعمرة فيدل على أنها إذا كانت يعني تفعل كل شيء إلا الطواف الطواف فقط لا تطوفه وتفعل كل شيء بغير وهي على تلك الحالة نعم شيخنا بالنسبة لحكم إقامة الصلاة في منتصف الطواف يعني كثير من الأوقات أنه يمسلم يكون الطواف حول الكعبة ثم تدخل عليه صلاة العشاء فيأم الإمام بالمصلين صلاة العشاء هل أستطيع مثلا أن نصلي صلاة العشاء ثم نكمل الطواف نعم هذا ليس بيده هو لو كان صلاة الجمعة مثلا صلاة الجمعة ليست واجبة عليه كذا يبقى الناس يطوفون والإمام يخطبوا لكن الصلاة أصلا تسد كل المنافذ فيصلي معه الصلاة الحاضرة ظهرا كانت أو عصرا أو ما إلى ذلك ثم يكمل طوافه إذا كان في الشوط الرابع يكمل إلى الخامس والسادس وهكذا وليس أبدا هذا يعني فوق الطاقة وهذا ما فيه حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج أن كل ما أقيمت صلاة يعود الطواف من جديد نعم هل يجوز أيضا للحاج بالنسبة لرمي الجمعات أن يستخدم الجمع الموجودة حول الجمعات الثلاث التي تكون واقعة في منطقة الجمعات لأنه نسي ربما أن يجمع الجمعات في صعيد مزدري نسي أو تعمد أو لم يجد في الطريق وكذا وإذا وصل هناك ووجد وفرة كبيرة من الحصى سواء المستعملة ووصلت إلى الأسفل في الريتشوس يعني في الطابق الأرضي أو في أي مكان المهم أن تكون سبعة وهو مطمئنهم لأنها سبعة ويرمي الله أكبر الله أكبر وهكذا نلسى هناك أي حرج بالنسبة للمرأة لما يكون فيه زحمة شديدة ولا نتكلم عن المرأة ولا نتكلم عن الإنسان العاجز أيضا شيخنا ليشق عليه النزول إلى الجمعات هل يجوز له هنا الإنابة في رمي الجمعات أن يوكل شخصا آخر يرمي عليه الجمعات نعم هذه ليست عبادة بدانية يجوز أن ينيب عنه من يصل إلى إذا تعذر عليه لمرض أو لعجز أو لضعف أو لكبر سن هذه بخلاف الطواف الطواف السعي يطوف ولو على دابة أو على أي شيء أما هذه فيجوز أن ينيب عنه ورهم الآن موجودين حتى كإما بالمجان يعني لوجه الله عز وجل أو يعطيه مقابل وهو يرمي عنه الجمارة للأيام الثلاثة كلها فرخيتام شيخنا أجبنا على معظم الأسئلة المتعلقة به فريضة الحج إن شاء الله نكون وفينا وكفينا إن شاء الله الحجاج الميامين ما هي الوصايا التي تقدمها للحجاج اللي يرهم الآن في البقعة المقدسة ولماذا لهم يسافرون وما سيسافرون في الأيام المقبلة إن شاء الله واش نقول اتخاذ الموقف أو بذل الجهد يكون بمقابل الثواب النتيجة فإذا كان الثمر هذه عظيمة جدا أن يرجع الإنسان من ذلك المكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيوم ولدته أمه أو كيوم ولدته أمه إذا علم هذا علم أن كل ما بذله من جهد ومن وقت ومن مال يهون وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحجاج والعمار وفض الله ضيوف الرحمن أمرهم فأطاعوه فإذا دعوه أجابهم وإذا استغفروه غفر لهم وإذا شفعوا شفعا لهم فإذا كان بهذا النتيجة نظر إلى الثمر إلى الثواب يهون بعد ذلك كل شيء من بيته إلى أن يرجع هو يرجع خفيف من أي ذنب نعم شكرا لك شيخنا على كل ما أجلته وكل ما فصلته هنا لتقي بك إن شاء الله الأسبوع المقبل على نفسي التوقيت وعلى نفسي القناة في الختام مشاهدية الكرام تقبلوا تحياتي وتحية المخرز برددين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته محبة أحمد وسألت أهل الذكر ذات بصيرة عما توارى من هداه وما بدى يا حافظ القلب السليم من الهوى يا مهرجان النور يا حقل الندى ماذا يحب الله